اشتركوا في القناة كنت سعيد جدا ولبيت الدعوة على طول طبعا شرف لينا شري شرف لينا حبيبي اخبارك ايه واني عاملة ايه الحمد لله والله كانت كله كويس اخبارك ايه تمام كله كويس بعتولنا جماعة اي اسئلة حضراتكم عايزين تسألوها للكابتن شريف عبد الفضيل على هاشتاج زي ما هقول لحضراتكم حالا شريف عبد الفضيل الشاطر يعني هم عاملين حركة كده عشان ايه هو شاطر فعلا بس يعني هنشوف النهاردة كلام كتير جدا هقول لنا كابتن شريف عبد الفضيل بعتولنا كل الحاجات لحضراتكم عايزين تسألو فيها كابتن شريف عبد الفضيل على هاشتاج شريف عبد الفضيل الشاطر شريف خليني ابدأ معك من الاول كرة القدم وحكاية كرة القدم مع الشريف عبد الفضيل لا كانت بداياتها من اه من انا بداية الاحتراف كانت في سن اه ممكن خمستاشر سنة ستاشر سنة قبل كده بقى احنا عايزيبنا الاول لا ده ده انا في الشوارع بقى خلاص يعني انت دايما ببدأ اه كنا في نادي بدر في اه في مدينة بدر في محافظة البحيرة اه بلعب في مركز الشباب السلام وبعد كده نادي بدر الرياضي اه المراحل دي كلها لدينا بنلعب حفين في الشارع من غير كوتشي وبعد كده بكوتشي اللي هو الباية اللي أبي ادها الجميل ده الله الباية اللي أبي ادها الجميل ده اه المفاكر لما كان بيتقطع وتحط تقفله بالـ تربطه ويتقطع تربطه بالشراب عشان تكمل اللي حر مركز الشباب السلام ده تقريبا يعني اللي كان لابس كوتشي ده يبقى عالمي حتة تانية طب يعني فدي كانت بداياتنا وبعد كده الحمد لله رحنا نادي بدر الرياضي اه وبعد كده تمت بقى انتقالي للنادي الإسماعيل عن طريق نادي بر الرياضي فبدأت رحلة الاحترافية من هنا بقابت الاحتراف الفترة دي كانت فترة صعبة طبعا أو بتبقى فترة صعبة على أي حد الحقيقة لأنها بتبقى فترة كلها اجتهاد وكلها عمل وكلها شغل وكلها أنا عايزة أوصل كان حلمك في إيه دايما بدايتك في كرة القدم هل كنت تحلم بالمكان اللي انت وصلت لها بوجودك في النادي الأهلي بوجودك قبل النادي الأهلي في النادي الإسماعيلي لا دايما كانت بداياتنا وإحنا صغيرين يعني دايما بدايات بتبص كان فيه نجوم بتبص عليهم في التلفزيون وتقول أنا عايزة أبقى هنا أبقى هنا أبقى هنا طيب الهدف ده توصله إزاي بيجيب نتيجة حتى من وإنا صغير كنت بطمرة تمرينة واثنين وثلاثة يعني دايما فيه هدف قدام لا أنا هبقى زي الناس دي مين الناس دي بقى يعني أنا مثلا عندي كان لعبة النادي الأهلي ساعتها في الوقت ده كان آآ كابتن بشير عبدالصمد كان حاجة قطرية رهيبة في الملعب كابتن بشير عبدالصمد الإسماعيلي كابتن بشير عبدالصمد لأن أنا كان نشير للإسماعيلي بدأنا كابتن بشير عبدالصمد طبعا نقل بكبيل في النادي الإسماعيلي طبعا كلها البدايات دي وبعد كده بدأت بقى لما أنا رحت نشير للإسماعيلي طموح بتاعك بيقف لا لازم بقى عندك طموح وهدف معين لازم توصله ايه الهدف ده بقى بصح الصبح لو عندي تمرين اخ نار باطمرن بصح الصبح اتمرن لوحتي. تلغت دلوقت شكلك بتتمرن. ما انا بطمرن. ما بطلتش. اه. بس دايما التمرين يبقى بعلم. اه. ما دي دي رسالة مهمة لكل الناس الراضيين. لان انا انا عانيت من ده. انا فعلا يمكن سبب من اسلام ان انا بطلت كورة بدري. ان انا كنت بزود بعمل لودة على عضلات. وبدون علم. خلاص. يبقى دايما النتيجة دي نتاجة مشكلة كبيرة. لازم تبقى فاهم انت تتمرن ليه? خلاص والهدف من التمرين ايه? وده اللي بقوله دايما اللي نشيقين في النادي. الفرقة بتاعتي دايما. الاقي كل الولاد داخلين الجيم عايزين بقى يلعبوا حديد ويكبروا العضلات. زي المدارة بتاعهم. اه. بطلهم لا. انا بطلت كورة. اه. بطلهم اللي بطلني كورة كتر الحديد بدون علم. انا بزود تدريبات بس لازم تبقى عندك علم انت تتمرن ليه وعشان ايه? فلازم بقى فيه هدف في ما فيه علم ودراية. لازم تبقى اه اتمرن بس اتمرن عشان ازود تمريم معين عشان يزودني مستقبلا. فدائما كان فيه هدف ان انا اتطور في ادائي وفي امكانياتي وان انا يبقى ليها هدف الاحتراف. ممكن انا كنت في الاسمعيد جالي احتراف برا في فرنسا وبالجيكا. ولما جيت النادي الاهل الحمد لله جالي احتراف في بلجيكا. فليرز البلجيكي. ممكن ركبت ان احمد حسن كمان كان على تواصل معي في النقطة دي بالذات. بس كان ممكن ايام الاحتراف بتاعتنا قد صعبة شوية. يعني ما ما تعرفش تطلع بسرولة يعني. انا ما دلوقتي بقى بالاحتراف اكتر. فدايما يبقى فيه اه بلان وهدف لازم توصله فلازم تتعب عشان توصل.